هذا وقد أسهمت القرارات التي اتخذها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في تحقيق نتائج إيجابية كان أبرزها الانخفاض في أعداد الحالات القائمة اليومية كما كان الوعي المجتمعي والمسؤول عاملاً مهماً في تحقيق الأهداف المرجوة النتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع للحد من انتشار الفيروس وانخفاض أعداد الحالات القائمة اليومية دلت بشكل قاطع على نجاعة القرارات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أواخر الشهر الماضي ما يؤكد السيرة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق النتائج المرجوة لذا جاء قرار تمديد فترة سريان عدد من القرارات لمدة أسبوعين حتى الخامس والعشرين من يونيو الجاري لمواصلة مكافحة الفيروس والحد من انتشاره عطفاً على ما تحقق في الفترة الماضية وما شهدته مملكة البحرين من التزام مجتمعي ووعي مسؤول الفريق الوطني الطبي شدد على أن المرحلة المقبلة من التعامل مع فيروس كورونا تتطلب مطاعفة الجهود واستمرار الالتزام لتحقيق الأهداف المرجوة وهذا الالتزام اليوم واجب وطني فهو المنطلق لنجاح كفة الخطط الموضوعة للتصدي للفيروس مؤكداً أن الإجراءات التي يتم اتخاذها هدفها الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة